ولا موسم من العشرة مع التمانية اكسم بالله العظيم يميل اوحسن بيه علي قدام ربنا انه الاهل لو فيه عدلة تحكمية كاملة كان هياخد حقه وكان هياخد 18 موسم على التوالي استنى بس الاول اصبر مطش الزوالك والمحلة احنا شفنا فيديوهات وشفنا تعليقات وشفنا هتفات اه طبعا واخر قرار كان صدر من الاتحاد كان فيه غرامة ولفت نظر رغم ان العقوبة اللي اتوقعت قبل كده على الجماهير كان برضو فيها لفت نظر لفت النظر اتقرر مرة واتنين وكان فيه سباب وكان فيه خروج عن النص في مطش مبارح ضد لعبي النادي الاهل هل سنرى قرارات وعقوبات في الساعات اللي جاية ولا هتستنى المجلس الجديد ولا هتختفي ولا هتروح فين دي نقطة اعتقد برضو الناس محتاجين نتكلم فيها ونسأل فيها المسؤولين في الاتحاد لاني مبارح الفيديوهات كانت مالية سوشال ميديا بالضبط وعلى فكرة لو نربط ده باللي حصل الموسم اللي فات الموسم اللي فات برضو حصل مجاملة يعني فادحة وفاضحة يعني الانتحاد الكورة وربطة الاندية ليه؟ لانه اللايحة بتقول ايه برضو باللوائح يمكن مش معنا اللايحة بس اللي يرجعوا للليحة بتقول انه في حاجة تكرار السباب ده لتالت مرة فيعاقب الجمهور الفريق اللي مفوض يضطل عقوبة ده بان انت تحرمه من الحضور ده اللي حصل انت بقى في ماتش الزمالك والمصري كانت تات مباراة كانت الاولى كانت قدام الاسماعيلي التانية قدام بيرامدز التالتة تابتة قدام المصري ايه اللي حصل من ربطة الاندية ومن الحاجة عام الحسين المتهم انه بيجامل نادي الاهلي وبوزن نادي الزمالك اللي حصل انه تم الترمخة على العقوبة دي وتحطت بالمخالفة للليحة اتعاقب الزمالك مديا بعد السباب قدام النادي المصري ومتعقبش عشان كان فيه بعدها ماتش فارقه ماشي الاهلي هو اذا طبقوا القانون اللي وايح لا يبقى فيه تعصب ولا فيه شغل لجان سوشيال ميديا ولا الكلام اللي احنا بنشوفه لأسف واحنا اصلا يعني مدقين من ان احنا بنشوف حاجات زي كده ما بين الجماهير